يعني الآن نريد أن نعرف الرقص المسرحي الحديث ما هو؟ أرى حضرتك أنه هو له علاقة كثير بالمجتمع بمعنى بالمجتمع مش بأن تنمجتمع مجتمعي لا المجتمع الثقافي العلمي السينمائي الأدبي السياسي أو الديانات أو فلسفة الديانات فكله ده يعني بنا بوش أجت سنة التمانينات وأنا لما كنت بمصر دعيت مش أشتغل معاها باثنان ورش بعتني الجوت انستيوت وهنا تطورت موضوع فكرة كمان إيه استوعاب الرقص المسرحي الحديث معانيه ومفاتيحه فعشان كده المجتمع كتير مهم الموضوع بموضوع الرقص الحديث هو كتير مهم الستركشور يعني هيكلية القصة لا ما في حاجة اسمها حبكة يعني بداية نصف كذا لا والحركة الحركة الرقصة بتنبع من الموضوع ومن الموضوع بتحطي له موسيقته وبتعملي الحركات بالأخير بس منك كأنك عم تكت بمسرح بس هالمسرح بدك تقدمي بطريقة الجسد فموضوعية الحركة بقلب بدي أعطيكي مثلا إذا أخدنا عرض شادي عبد السلام اللي هو عن السينما فيلم عن الموميا حولته لرأس حولته لإبداع غير نظرية شادي عبد السلام موضوع نجيب محفوظ بمحاولة الغيبوبة بمحاولة اغتياله أياما عملت عرض سلمات الغيبوبة بس ما أخدش حاجة عن ما كتبه نجيب محفوظ إنما شو نحن بالنسبة لنا المعاصرين الكوريغرافيين أو بالرأس الحديث كيف بتقدميها الشخصية إن كان هو أو قاسم أمين عن تحرير المرأة أو عن محمود مختار يعني يريد تشرح لنا برضو بشكل أفضل أو أكثر وضوحا كيف مثلا قدمت الممياء كيف قدمت موضوع نجيب محفوظ هو إذا بدنا نتكلم نتكلم عن الحركة يعني عن الرأس الرأس الحركة مش معناتها إنه إذا عملنا الحركة مش عارف عملكها معناتها إلا إنه ده حرف أو ده كلمة لا هو المود اللي بيسيطر على الموضوعية بأي شكل بتأدميه بأي شكل بالإبداع الحركي أو بالمعنى يعني وبعدين ثقافتك هي بتجبرك إنك تخلطي الحاجات الحركية أو المعنى إذا نجيب محفوظ أنا لما قبلته وقال لي إزاي حتعمل أنا قبلته مرتين فقالت له أنا حتك مع دانتي ليه دانتي يا ودي بديك تحط دانتي بي نجيب محفوظ قلت له لآن حتك كتبت عن المعرفة والإدراك ودانتي دخل كتب عن الهبوط إلى جهنم فكمان بكتابات دانتي فيها حاجات كمان بتمس المعرفة فأنا بيحقل لي إن حط الإدراك وحطيت بالعرض الإدراك والمعرفة وحطيت نوعية دانتي يعني هو حضرتك بتتكلم عن مصطلحات تبدو صعبة تابعين